السلام عليكم ومرحبا بكم دايما في القناة مع شوف دحمالي الطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبساحة دعيدة اخوكم دحمالي يحييكم كي العدو العيد توجر نمتعوكم بالوصفة اللي تستفادوا منها الوصفة تعليم بزاف هيلة راح ندرو رولي روخامي اللي راح يكون ميكس ما بين الدجاج المرحي واللحم المرحي الاحمر هذه هي مش تعطينا التشكيلة ما شاء الله مع سلسة الكريمة البيضاء يعني الطبقة تعليم بزاف هيلة ثم تستعملوه في الظهر وتفرحوا به العائلة وتقدروا تخلوه كوصفة لشهر رمضان المباركة هكذا باش تدو افكار تعطيهم ومنظو كاي الناس اللي فيه بعض الاعرس يديرو هذا الرولي يعني هذا الرولي جي غير بالكريمة البيضاء والشومبينيون ماشي كما الرولي اللي يكون نديرو في الاعرس فيه مرسوت عرولي مع مرسوت الحام شومبينيون وزيتون ومرقة هذيك بيضاء لا لا هذا يجي صافي وفيه غير رولي بالكريمة ويجي اخفيف وابنين ما شاء الله كيماركو تشوفو هنا طبق تاعة 6 مرسوت كانوا يضعوه في طابلاء تاعة 6 اشخاص هذي المهم راني اعطيت لكم كامل الافكار راح نعطي لكم كامل التفاصيل بسم الله على باركت الله كما راكو تشوفو هنا نعرفكم على ما قادر تبعوا معي ملح بالنسبة لبولياشي واللاف يونضاشي لازم يكونوا نفس الوزن عندي في البولياشي 300 غرام وفي لاف يونضاشي 300 اغرام يعني لمجموع شحان 600 اغرام شتوا هذه الكمية راح تخرج لكم كمية ما شاء الله ديروها الافطر ولا العشاء ولا لا بالنسبة للمحم المفرم وشي حتاج الملح توم كمون في الفل كحل والزنجبيل هادو هما التوابيل امع شوية الزيت شوية بيد ولا شابلور هنه عندي حبيبة تعلبيد راح نقسمها لهم نص نص كاس على شابلور نضيفه بشوية على حساب الكمية قطاع الدجاج وبالنسبة للدجاج 300 غرام نحتاجه الملح التوم في الفل كحل زنجبيل في بلاس الكمون في الدجاج نديرو راس الحانوت السماء يختلف من بين اللحم والدجاج هو الكمون ورس الحانوت كل حاجرة هوادها اول حاجة في التحذير كاميرا راكوا تشوفو هنا عندنا البولي وعندنا اللحم المفرم نبدأ وبالبولي تاعنا راه وكل شواضح هذيك الحبيبة تعلبيد راح نضربوها يعني راح نحطون نصف الخالة منا ونصف الخالة ملها بالنسبة للاعرس كيكونوا عندكم كميات كبر تقدروا تزيدوا تعاونهم بالبصل ترحوا ملاح يعني في الروبو يزيد يعاونكم باش يطري لكم خاصة في الفل فيونداشي يعني بالنسبة للبولي راح يكون طري هاكذاك راح تزيدوا تستعينوا بلاو شابلور يعني باش يح كملكم اروحوا هذي هي اول حاجة في الخالة على البولي قلنا احطينها زنجابي لرس الحانوت في الكحال لتوم نصف علبة نصف حبة تعالبيد لشابلور وشوية تعزين واش راح نديروا انه بدأوا نعجنوا اهم حاجة لعجن يعني لازم تعجن ملاح وتعاود باش توابل هذيك تنتشر كامل على البولي وتخلوه يريح يعني يشرب هذيك تتبيلة ومام طوح هذيك البولي راح يزيد يشد روحوا ما شاء الله هنكملوا مع البولي هاكذا خفيف دريف وراهو اجد كي ما راكوا تشوفوا في الصورة يعني تعجنوا املاح نخلو البولي تعنا يرتاح راح ندوروا اللافيونداشي قلنا الاختي لافما بالبولي واشيخوا اللافيونداشي نحب ندير الكمون يعني تابل راهو باين يمشي مع اللحب نديروكمونو نعجنوهم جيدا هذي يعني بعدما كمنا البولي نزيدو نعجنو اللافيونداشي بيان خلهم يرتاحوا خمس خايق ونجوزو لطريقة التحذير على بركة الله هنا اول حاجة راح نجول للبلون طرatsي تعنا اتحابوا تبدأوا بالبولي وتحطوا اللافيونداشي فوقو تحابوا تبدأوا بالبولي واني خلهم فوقو يعني الواجهة اللي تحبوا تبيينوها هذا يعني اليوم سيحب نبين لكم الوجهة تا على بولي يار��� который داخل ومرة اخرى هنقدل لكم الاصص راح نجيب شوية تازد فوق اللافيونداشي تعنا ونبدأو reaching فى هذه اللافيونداش البولياشي ونفعله على شكل مستطيل. هذه الطريقة اللي نخدم بها انا امام فى الارس ونفعله بهذه الطريقة يعني حتى نفينهم باش مم بعد نحطهم فى البابي فين موز نعاونهم بالبابي اليمينيوم هادي هي ما ديرهمش ديراكت فى الالمينيوم بعد ما حطينا البولي بنسبة لافيونداشي ازا تبسطو كما هو وحطيتو فرق زلداء يعني باش نقدره نرفضوه بكل سهولة نحسوا الشكل التاعوره كيما اللولاني نرفضوه ونحطوه فوقه كيما راكو تشوفو يعني الزوج طابقات راح يكونوا متساويين تعال البولي وتعال الفيونداشي قلتلكم انتم اللي حبيتو تقلبو ديروا البولي هو اللي من فوقه لو ينضاشي من التحت عادي فى بلادي وهنا كيما راكو تشوفو نجون ديروا لفرصة انا راح نستعملوا فروماج ابيدي يعني نستعملوا فروماج اللي كومبيا ومتماسك ما تستعملوش هادا كتر تيني الجاري باش يبقى ها كما راحو هنا استعملت انا تشايزي استعملوا بير بير تشايزي المهم فروماج يكون بالطبع هنا راح نديروا دي بودا هاكده هاكده يا الصغار قسمة من البداية حتى للنحية هادا هيا دوكا وش راح نديروا قتلكم راح نخدمها فوق البلونترافاي نبدأ ورولي سهلة مهلا ونستعينوش بشوية تعزيت يعني راح يتكمل للكوم ويجي ما شاء الله بعد ما نكمله هاكده نوصلوا لهذاك الغلقان نفيني وهات توجر بيه ونديروا شوية عزيت نفيني هنا في هاد الغلقان ونبدأ ونروح ونولو راح ونولو حتى الحربوش تعنا ولا البودا هاداك راح يستوي بهذاك الزيت ويولي ما شاء الله وهنا كما راحو تشوفو بعد بات فينا بيه اول حاجة راح نجيبوه الورق الشفاف راح روليه الدروري نبدأ في الورق شفاف من بعد راح نزيدون نتحكمو فيه بالاليمينيون يعليه طريقة سهلة مهلا بالنسبة للطياب عندكم زوج طارق تعلق اهرس اللي يتكون عندهم الفور كبير ومتوفر يقدر طيبة في الفور اللي ما عندهم شتوجر يتفور في الكس كاس وراح يشدلكم من المدة من زوج سوائع ونصف لتسوائع خاصة الى كانت كمية كبيرة يعني تحكمو قيدره كبير تعمره بالماء وديرو كيما راح نديرين هنا بسالتو مزعي تراشو ملح زبدة في الفلك حالي تنكه انا هنا راح نطيبوهم في الفور اللي حيطوه هنا في بلاطون نضيف لهم زيت شوية تعلمه وندخله حتى 45 دقيقة تلقا وهواجد ما شاء الله ويحبته تفوره فوره اعادي في بلادي وهنا بعد ما طاب كيما راح نشوفو لهذا تعنوجه ما شاء الله انا طيبته في الفور اللي فورته مش راح تخرج لكم هذي التحميره هذي هي وكانه وش راح نديرو نخلوه يرتاح كيما راهو من بعد وش راح نديرو نجوز ونحضروا اهم شيء السلسطة على الكريمة البيضاء اتبعوا معاي مليح في المقادة يرتاحها وش نحتاجه اول حاجة شومبينيو يعني كمية لحسب افراد العائلة وش راح نحتاجه لا كيران فرش هنا عندي زوج كيسان اكبر عندنا حوالي زوج فصوص تعتم ملعقة على مطارد ملعقة على الزبدة الزيت فلفل كحل وزعي ثرة للتنكه يعني هاذا وش راح نحتاجه في الوساط تعالى لازم نتابعو الخطوات اللي راح نمرو معاهم اول حاجة راح نجيبو المقادة نحطوا زيت زبدة نشعله من نر تعالى نخلوهم يتقلوا مليح راح نجيبو الكمية عشو مبينيو واختاروا نوعية اتكون مليحة نحطوا هذيك الزيتر ونخلوهم يتقلوا املح بعد ما نشوفوهم يتقلوا شوية راح نجيبو التوم ونحطوه ذو كعيني باش ميتتحرق هنزيد ونرمو الملعقة على مطار دو شوية على الملح ما يكونش حطيتها مقبل في البلونطرافين نخلوهم يتقلوا املح وهنا في الاخير ما تتبقى نان دي قلاسي وغير بالله كرام فرش يعني كل حاجة راح واضحة وليبنا انتم ما اللي تستخلصوها وانتم ما اللي طلعوها بعد ما تتبعو كامل الخطوات بالنسبة للكريمة عندما نحطوها يعني ما نطولوش عليها نحطوها قسمة تسخوني يحكمها شوية غلايا الكريمة تعكم تكون واجدو ما شاء الله قدمت خير نوعية مليحة قدمة لبنا راح تكون أمليحة نخلطوها كده خفيف ضريف والكريمة تعنا راح جاهزة هذه هي الكريمة تعنا قاوة مبنة ومنظر ما شاء الله مع كريمة الشامبينيو راح وجدوه سهلة مهلا بالنسبة للرولي تعنا الروحة ميلي كان متكون ملح من المفرون مدجج المفرون في فارسي بالجبل يعني راح وجدو بعد ما تخلوه يرتاح تحكمو موسيقون مليح وتبدو تقطعو تحبو تقطعو هكذا دوائر ترقو تخشنو تقصقوهم سيفلي معوجين هذك راح تبقى عليكم هنا راح نكمل نقطع كامل الدوائر خفيف ضريف وهنا كل حاجة راح وجدو ما يتبقى نغير دريساجة راح نجيبو لزاسية تعنا ونشكلو كما نحبو في طبق الأولاني لزاسية تعنا دائرة نحطو كريمة الشامبينيو نحطو ست طرف يعني راح مدورين ما شاء الله وفي الطبق الثاني راح يكون موسططين نحطو الكريمة ونشبحو في الوسط كل حاجة ونجو نشوفوها في النتيجة نهائية إذن كما راح تشوفو خوة يخيتي العزاز هنوصلنا للنتيجة نهائية الطبق تعنا راح وجدو وكان أخفيف ضريف أعطيت لكم كامل أسرار باشها قدرت خدموا خدمة بطبع أنتم تفرحوا العائلة تعكم خاصة المبتدئين هذه واللي يعرفوا رب يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله تكون عجبتكم الفكرة وكانت في فضل رفعليكم نتمنى من المتابعين كامل يديرونا لجب ويخلونا التعليق وبرب إن شاء الله نحط لهم وصفات كامل اللي يفرحوهم ولي يلقوهم في حيثهم اليوم يا هكذا باش يجربوهم إن شاء الله أخوكم دحمان وسماء بقال يقول لكم غير بقوا على خير وتهلوا في روحةكم إلى اللقاء مع وصفات جديدة سلام